السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي تعالى اقولك ازاي تعملي كيكا طايجر بالطريقة دي شكل وطعم وريحة ومقادير مظبوطة مية مية شكلها يجنن ديمش كيكا طايجر دي لحة فنية شوف الشكل هقولك ازاي تخرجيها من تحت ايه بالمنظر ده منظر التحفة ده كأنها برواز كأنها لحة فنية فعلا شكلها جميل جدا ودي عاملة زي النمر فعلا تايجر تايجر يعني فاش كلام هقولك الطريقة ازاي تعمليها في حل الكيك وازاي تعمليها في صانية مدورة عادية من بتاعة الفرن دي طريقة ودي طريقة في صبها بس لكن العجينة واحدة وكلها معمولة مقادير واحدة وانا اللي اسنتها في صانية تين ايه دي المنظر بعد ما خرجت من الفرن مقادير مظبوطة اتبع الطريقة ومشي عليها هتعتمديها وتعمليها على طول سهلة جدا هقولك بس تعمليها ازاي وتخرجها بالمنظر دوت لو انت عندك حل الكيكة ولو انت عندك صانية عادي مدورة اقولك برضو تعمليها ازاي وتخرج المنظر الجميل الرائع التحفة ده وازاي تبقى فتحة كده وجميلة هقولك كل المقادير وتزبطيها ازاي وكل كوباية بيبقى عليها قد ايه سمنة وسكر ولبن وبيض بحيث لو عملت كمية كبيرة تزبطيها هنقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل اي حاجة خالص تولع الفرن وتبطني الصانية اللي هتعملي فيها بما اني هعمل اربع كوبايات فقلت حطهم في صانيتين عشان اوريكوا تقدري ازاي تشكلها هنا وهنا وتطلع معاك منظر خرافة وتحفة اول حاجة حطيت زرة ملحة لأربع كوبايات دي دول اربعة بالزبط ونفس الكوباية اللي بعير بيها المقادير هي اللي عيرت بها دي حطيت كسين كيكشيف انا بفضله عن البيكنبودر العادي تقلبي المكونات الجفة مع بعض وهاركنها كده على جنب علشان نشوف المكونات السيلة معانا بقى ايه كوبايات بيد لان هما اربع كوبايات دي بتحطي ربع المقدار البيض والزيت هنحط عليهم معلقة كبيرة خل وهضيف عليهم الباكوين الفانيليا برضو نحط في شفشة الخلاط جم ستة بيضات على الاربع كوبايات كبار وحط برضو زرة ملح على البيض بتمنع الزفارة وباكوين الفانيليا وبعدين هضيف عليهم ايه تاني كوبايات زيت قلنا الزيت والبيض ربع مقدار الدقيق والسكر واللبن نص مقدار الدقيق ان شاء الله تعملي بقى دقيق كمية تزبطيها كده بايتين سكر علشان انا حتى اربع كوبايات دي هتنس كمية سكر وعلى شفشة الخلاط وتدربيه تفضل تدربي فيهم الغيط لما السكر يدوب ويتغير لونهم لو لقيت الخليط تخين شوية ضيفي كوبايات اللبن هنحس ان ما شاء الله شفشة اتمال عشان بعمل الكمية دبل فهنقش شوية المكونات الجفة وحط كوبايات اللبن التانية على المقدار في شفشة الخلاط برضو وارجع اضرب ادي كوبايات تانية انا محضرهم قبل ما حطي ايدي في حاجة وزي ما قلتلك يا امر تولعي الفرن اول حاجة وببطني الصواني ايدي نص الكمية اللي حطت عشان ازود اللبن كده المعيار كله وسبت حوالي ثلاث معالق من الخليط في شفشة الخلاط علشان هنحط عليهم ثلاث معالق كاكاو خام في النهاية ما يبقاش الكيك خالطها تخين او سميك وتبقى حطة عالية وحتة وات احنا عايزينها كلها سوى واحد علشان الكاكاو ما يتخنهاش ويتقلبي المكونات بمضرب يدوي هلاقيه تقيل معايا شوية او ما شاء الله دقيق علشان اربع كبيات حس ان هو مش هيتزبت معايا بمضرب البيض فهجيب المضرب الكهربائي هشتغل بيه وهيفور كده العجينة ولونها يبقى كريمي وفاتح وحس ان هي هشت مني وبصراحة انجز معايا لاني انا بقلب في اتجاه واحد لما تيجي تقلبي يبقى في اتجاه واحد عشان مش عايزين يدخل الهواء هشيل المضرب اليدوي وهستعمل المضرب الكهربائي هينجز معايا بسرعة بسرعة تعمليه الاول على سرعة صغيرة وبعدين تبدأ يتعلي لو انت عندك مضرب كهربائي علشان ما يبهدلش الدنيا والخليط يخرج برا الطبق او البولة اللي بتعملي فيها او الملاقي هش واجي منظره كده افتحه شوية اعرف ان كده تمام هحضر بقى شافش اين يكون ليهم بوز ليهم كده بس بوز ينزل منه علشان هحط نص الكمية اللي بالفانيليا فيه او تلتين الكمية لو انت عايزة المنظر اللي انا عاملاه يبقى تقطري خليط الفانيليا تلتين والتلت نحط عليك كوخام علشان يبقى الشكل فاتح ما يبقاش غمقى جدا كلها شوكولاتة وما تبقاش بينا فيها الرسم احنا عايزين الرسمة تبقى عاملة كأنك بترسمي لوحة فنية بألم رصاص اللي هو اللون البني اللي هو الشوكولاتة كاكاو الخان ضفت التلت معالق ونزلتهم من الصفاية بمعلقة عشان اتأكد اني مفيش اي تكتلات وبعدين هنزل برضو بالمضرب الكهربائي علشان يساعد معايا واضيف طبعا ضفت التلت معالق اللي انا كنت ركنهم بشافشة الخلاط ليهم علشان يبقى السمكها واحد وبالمضرب اشتغل شوية لغاية ما اتأكد ان كل المقونات تجنست مع بعض ودابت اروح منزل الخليط شوكولاتة ده دلوقتي بصي كميته تلت و تلتين يعني انا عايزة الفانيليا بكل لون اغلب ده حلت الكيك اللي هي بتبقى المنظر عامل زي الكحفة ومخرومة من نص هتحطي ازاي بقى لو انت عايزة تبقى شكل النمر شكل طيجر منظر طحفة هتصب من ناحيتين نفس الشكل نحط هنا فانيليا نحط هنا فانيليا هنا شوكولاتة قدامها شوكولاتة فانيليا تصب بفانيليا ناحية تانية كاكاو يعني زي بعض نفس المقدار والمعيار هتحطي هنا وتحطي هنا طبقات على بعضه مشان ننزل بيها في النهاية بسلاكة او عصاية الشيش طاوك ولا نعمل اي شكل احنا عايزين ويبقى كده نفس المنظر النمر نفس منظر الطيجر كده اللي بيبقى عامل الوان جميلة بني وبيج وغامق ومديكي جميع الالوان ابتدي حط كده صب نفس الشكل هنا وهنا قدام بعض علشان نبقى الوان فوق بعضه ومدي منظر جميل زي ما قلتلك ده مش هقلبه خالص انا بس ههبت كده حلتي الكيك هبدتين تلاتة عشان تخرج الهوى منها لكن مش هعمل اي شكل فيها تاني طبعا الفرن سخن وطول معايا وانا بسخنه لان الموضوع دخد وقت شوية ان انا بصب مش بصب على طول الكيكة زي ما متعودة اعمل ودخلها الفرن لأخد مني وقت عشان اعمل المنظر دوت وابتجي المنظر النهائي حط معلقة كاكاو في الاخر زي ما بدأت بكاكاو تحت بدأت بكاكاو فوق وهبت كده كما هبدأ عشان تخرج الهوى منها ومنظرها تحفى منظرها بيتكلم نعمل بقى الصينية حطيت احط تلتين فانيليا وحط تلت شوكولاتة لانا عايزها لبقالونها فاتح ولون الكاكاو يبقى مميز فيها كأن رسمة او برسم رسمة بألم كأنها ورع قدامك وبتشكلها وتزخرة فيها وحط زي ما انت شايفها شوية فانيليا وشوية كاكاو افضل على الحال دو تلغيت ما خلص الخليط اللي عندي انا حطيت في حلة الكيك كمية اكبر من العجين الخليط لان هي واسعة او هي غويتة شوية علشان هي اللي كانت تحت حطيتهم اللي اتنين في نفس الفرن ما استنيتش اما طلع واحدة ودخلت تانية حطيت الاول حلة الكيك في الشبكة فاول رف في فوق الاريان هبتدي بقى ان انا ايه بالعصية بتاعت الشيش طوك وتبدأ تحطيها من النص وترجعها للاخر بصي نفس الشكل كده تبي مسكة منديل في ايدك ورق عشان تمسحي الخشبة فيه وتاخدي من النص وتطلعها على الطرف وتعملي العكس هنروح مدخلينها بقى اول الحرف وندخل بيها على النص عشان تعمل شكلة زي الوردة بالزبط كأن وردة كبيرة وضيت الورق بتاعها اللي هي في الحروف مدية شكل شيك جدا ومنظرها حكاية وهنعمل برضو تاني شكل تالت هنعمل برضو محتاجين برضو نزبطها هاخد برضو من الاخر وادخل على جوه علشان تبقى الوردة شكلها جميل كأنها وردة ومفرعة منظرها جميل جدا والله بصراحة شكلها يعني يفتح النفس للأكل عايزك تجربي طريقتي ولو انت مش عاملة اشتراك معايا دوسي على اشتراك فعل الجرز عشان يوصلك كل جديد ولو عجبتك الطريقة عاملي اعجاب قادي منظروا من نهائي دخلوا الفرن قاعدوا بالزبط 45 دقيقة دي كانت تحت والتانية الصانية كانت في الرف اللي فوقيها الصوق فوق في اخر حاجة استوت على الهينة يعني عشان كده لونها فاتح على الصهد اللي طالع من الفرن استوت عطتهم لتنين فرفين فوق بعض في الفرن وطبعا الفرن درجة حرارة عالية 180 شكلها جميل جدا بعد ما استوت وعليت والتانية طحفة حجمها زاد جدا وبصراحة كانت خفيفة وما قادرها مظبوطة وزي ما قلتلك البيض واللبن والزيت والسكر زي ما فهمتك الزيت والبيض بتحطوا ربع مقدار دقيق واللبن والسكر بتحط نص مقدار دقيق وكل كبايتين دقيق ليهم باكو كيكشيف هتزودي عنكو ببيتين يبقى تحطي باكوين بصي منظرها والله منظرها بيتكلم عنها مش محتاج أحكي بصراحة استهل بقى لايك حلو النهاردة وتعليق جميل من حبيبي اللي سامعيني دلوقتي ومعايا للنهاية شكلها جميل وهشة جدا وعملة زي الأسفنجية لإن عاملة المقدار مظبوطة مش محتاجة لزود دقيق ولزود حاجة مقدرها مظبوطة في كل حاجة شايف منظرها حلو إزاي؟ عايزة تقولي لرأيك والسلام عليكم ورحمة الله